اسم الدرس أجمع الأعداد الكسرية وأطرحها أستحذر أولاً أفكك كل عدد كسري إلى مجموع عددين كسريين 19 على 11 79 على 9 48 على 5 17 على 4 الإجابة 19 على 11 يساوي 15 على 11 مع 4 على 11 79 على 9 يساوي 40 على 9 مع 39 على 9 48 على 5 يساوي 30 على 5 مع 18 على 5 17 على 4 يساوي 10 على 4 مع 7 على 4 أستكشف ثانياً لتاجر اللحوم مخزون من اللحوم الحمراء ولحم الدجاج والسمك سوق منها خلال الأيام الأخيرة من أحد الأشهر الكميات المبينة في الجدول التالي الكتلة الجملية المخزنة بالكيلوغرام تواريخ التصويق يوم 28 من الشهر يوم 29 من الشهر يوم 30 من الشهر الكتلة المتبقية بالعدد الكسري بالكيلوغرام أنواع اللحوم لحوم حمراء 96 0 4 على 24 15 على 24 أسماك 240 23 1 4 2 5 لحوم دواجين 120 1 على 6 3 على 8 1 على 12 أحسب الأعداد المناسبة لفراغات الجدول الإجابة لمعرفة كتلة اللحوم الحمراء المتبقية أبحث عن الكتلة المسوقة من ثم أطرحها من الكمية الجملية أحسب كتلة اللحوم الحمراء المسوقة 4 على 24 مع 15 على 24 يساوي 19 على 24 أحسب كتلة اللحوم الحمراء المتبقية ممثلة بالعدد الكسري كتلة اللحوم الحمراء المتبقية تساوي الكمية الجملية إلا الكتلة المسوقة كمية اللحوم الحمراء الجملية تساوي 24 على 24 إذن كتلة اللحوم الحمراء المتبقية تساوي 24 على 24 إلا 19 على 24 يساوي 5 على 24 ومنه فإن كتلة اللحوم الحمراء المتبقية بالكيلوغرام تساوي 96 في 5 على 24 يساوي 20 كيلوغرام أحسب كتلة الأسماك المسوقة نلاحظ أن الكميات المسوقة للأسماك ليس لها نفس المقام لذلك عندما نجمع عددين كسريين أو أكثر وفي صورة عدم تساوي مقاماتهم يجب أن أوحد المقامات أولاً من ثم أجمع البسط مع البسط وأحتفظ بالمقام كتلة الأسماك المسوقة يوم 28 من الشهر 3 على 20 كتلة الأسماك المسوقة يوم 29 من الشهر 1 في 5 على 4 في 5 يساوي 5 على 20 كتلة الأسماك المسوقة يوم 30 من الشهر 2 في 4 على 5 في 4 يساوي 8 على 20 كتلة الأسماك الجملية المسوقة 3 على 20 مع 5 على 20 مع 8 على 20 يساوي 16 على 20 بالتالي كتلة الأسماك المتبقية تساوي 20 على 20 إلا 16 على 20 يساوي 4 على 20 ومنه فإن كتلة الأسماك المتبقية بالكيلوغرام تساوي 240 في 4 على 20 يساوي 48 كيلوغرام أحسب كتلة لحوم الدواج المسوقة كتلة لحوم الدواج المسوقة يوم 28 من الشهر 1 في 4 على 6 في 4 يساوي 4 على 24 كتلة لحوم الدواج المسوقة يوم 29 من الشهر 3 في 3 على 8 في 3 يساوي 9 على 24 كتلة لحوم الدواج المسوقة يوم 30 من الشهر 1 في 2 على 12 في 2 يساوي 2 على 24 كتلة لحوم الدواج الجملية المسوقة 4 على 24 مع 9 على 24 مع 2 على 24 يساوي 15 على 24 بالتالي كتلة لحوم الدواج المسوقة 24 على 24 إلا 15 على 24 يساوي 9 على 24 ومنه فإن كتلة لحوم الدواج المسوقة بالكيلوغرام تساوي 120 في 9 على 20 تساوي 45 كيلوغرام الكتلة الجملية المخزنة بالكيلوغرام تواريخ التسويق يوم 28 من الشهر يوم 29 من الشهر يوم 30 من الشهر الكتلة المتبقية بالعدد الكسري بالكيلوغرام أنواع اللحوم لحوم حمراء 96 0 4 على 24 15 على 24 5 على 24 20 أسماك 240 3 على 20 1 على 4 2 على 5 4 على 20 48 لحوم دواجين 120 1 على 6 3 على 8 1 على 12 9 على 24 45 ما العدد الكسري الذي يمثل كتلة اللحوم المسوقة بالنسبة إلى كتلة المخزون؟ الإجابة لمعرفة العدد الكسري الذي يمثل كتلة اللحوم المسوقة بالنسبة إلى كتلة المخزون أحسب الكتلة المسوقة لكل نوع بالكيلوغرام من ثم أجمعها وأمثلها بعدد كسري بالنسبة لكتلة المخزون الجملي الكتلة المسوقة بالكيلوغرام ل اللحوم الحمراء 96 0 19 19 على 24 يساوي 76 كيلوغرام الأسماك 240 0 16 على 20 يساوي 192 كيلوغرام لحوم الدواجين 120 0 15 على 24 يساوي 75 كيلوغرام كتلة اللحوم المسوقة 76 مع 192 مع 75 يساوي 343 كيلوغرام كتلة المخزون 96 مع 240 مع 120 يساوي 456 كيلوغرام بالتالي العدد الكسري الذي يمثل كتلة اللحوم المسوقة بالنسبة إلى كتلة المخزون 343 على 456 ما العدد الكسري الذي يمثل كتلة اللحوم المتبقية بالنسبة إلى كتلة المخزون؟ الإجابة الإجابة كتلة اللحوم المتبقية 20 مع 48 مع 45 يساوي 113 كيلوغرام إذن العدد الكسري الذي يمثل كتلة اللحوم المتبقية بالنسبة إلى كتلة المخزون 113 على 456 4 4 4 6 7